جيل 2006 لأنكم جيل مميز ولأنه قبل امتحان الكيميا يوم ونص وخايف ما تلحق تراجع المادة خليك معي لآخر الفيديو لأنه راح أحكي كلام جدا معسكر اللوبيتال وعبارة عن خطة إنقاذ زي ما خدم آلاف الطلاب من السنوات السابقة بإذن الله راح يخدم آلاف الطلاب في سنة جيل 2006 راح أخذ من وقتك خمس أيام كل يوم راح نراجع في وحدة راح أرتب لك في خطة شاملة لمراجعة الوحدة بخطة إنجاز وأتابع كل دقيقة دقيقة شو لازم تعمل فيها وكل جزئية شو بيجي عليها أسئلة وكل جزئية كم عدد الأسئلة اللي بتيجي عليها ومش بس هيك راح أعطيك كل يوم حصص تفاعلية عشان أجاوب على جميع الأسئلة غير عن الإجابة على الأسئلة على الواتساب طب متى المعسكر أستاذ من واحد ستة لغاية خمسة ستة واحد ستة حمود وقواعد ثنين ستة كيمياء كهربائية ثلاث ستة كيمياء حركية أربعة ستة كيمياء عضوية واليوم الخامس إحتياط للطالب الضعيف عشان أستمر معا يتمكن بشكل كامل من المادة كيف بقدر أستفيد من هذا المعسكر كل اللي عليك تعمله إنه يكون معك بطاقة المكثف أو يكون معك بطاقة الشرح التفصيلي اللي بخدم عليها آلاف من الطلاب على موقع حصص أولايت وعشان تكون معانا من ضمن هذا الجيش لازم تنضم على القروبات من ضمن لكيو آر كود الموجود معك على الشاشة أو تبعت للرقم الظاهر أمامك على الشاشة عشان تكون معانا ضمن الخطة أول بأول بنهاية هذا الفيديو بدي أوعدك بشغله اليوم ونصف الامتحان الوزاري ما رح تكون دراسة رح تكون مجرد تصفح للمادة وبأوعدك إذا أنت حطيت عقلك في رأسك رح تسعى للعلامة الكاملة إذا كنت من ضمن جيش المعسكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي أتم علينا نعمه بالصالحات الحمد لله رب العالمين إذا أنت بتحضرني الآن يعني أنت تمكنت من وحدة الحموض والقواعد زي ما حكينا وحدة الحموض والقواعد عليها كل الجزئيات والركز عليها يعني لأنه إذا أنا خلصت خلصت تقريبا 60 إلى 65% من مادة الفصل الأول فبالتالي لازم أنا أكون متمكن من كل أفكارها سواء كان الدرس الأول والثاني والثالث والرابع بحيث حليت كل أسئلة المكثف حليت كل أسئلة بنك الأسئلة الوزارية حليت الامتحانات الإلكترونية وإذا كان معي وقت إضافي أحل أسئلة مراجعة الدرس مراجعة الكتاب وأسئلة التفكير من كتاب الأنشطة هدولة لازم أن أكون حال فيهم أستاذي طب ليش أحل العدد من الأسئلة؟ ليش تحل هذا العدد من الأسئلة أستاذي؟ لأنه أستاذي كفكرة عامة كل ما حليت أكبر عدد ممكن من الأسئلة كل ما غطيت وشملت كل أنماط الوزارة كل ما قلت نسبة الخطأ عندك وخاصة الامتحان الإلكتروني اللي أنت بتقدمه وبتقيم حالك فيه لما أجي أحل السغلطت بتطلقها تعلمت من غلطي خلاص بس لما أجي أغلط في الامتحان الإلكتروني بتطلع على نتيجته وببين عندي السؤال صح وببين عندي السؤال غلط وببين فعليا عندي قديش أنا تقريبا مستوي الفعلي فلازم نركز أنه نرفع مستوانا أنت قادر شو ما كان مستواك أنك تجيب العلامة الكاملة بعون الله هذا الإشي اللي بدكم تتعبوا عشانه فلذلك أنا بتعب معكم عشان هاي العلامة فبدنا نشد الهمة نشد المعنويات الله يسد صباحكم وينور عليكم يا حبايب القلب نحن الآن فعليا اليوم يوم الكيمياء الكهربائية فإذا أنتوا ما خلصتوا وحدة الكيمياء أو وحدة الحمول القواعد ضروري جدا نخلصوها في أقرب وقته ولا تبلش الكيمياء الكهربائية غير لما تتمكن من كل أفكارها تضغط حالك تنجز ما ضغطتش حالك ست ترخرخ ست تتأجل ست تسوف ست شوي شوي هس كمان شوي كمان شوي ما رح تنجز ولا إشي من اللي أنت حطيته في بالك مجرد ما مسكت التلفون ضاع الوقت فبابدنا نضيع الوقت بالله عليكم قدر الإمكان تختصروا عدوكم هذا هذا أكبر عدو لإلكم حاولوا قدر الإمكان تستغنوا عنه في هاي الأيام لأن الله سبحانه وتعالى إذا يعني بيعرف البني آدم يعني إذا شافوا نوى علانية تمام وهي نية كان ناوي فيها الخير وناوي فيها يتغير ربنا بقدروا أنه يتغير وبيعطيه أضعاف ما يرضي فربنا يكرمكم ويعطيكم تيرضيكم ويوفيكم ويفتح عليكم ويسعدكم سعادة الدارين يا رب ويرفع من قدركم في الدنيا وفي الآخر يا رب اليوم يوم الكيمياء الكهربائية نيجي نحكي عن وحدة الكيمياء الكهربائية وشو مطلوب مني وشو تكسيمة العلامات وشو شغلي عليها الآن أستاذي كنسبة أعلى للعلم بيجي 12 سؤال في الامتحان الوزاري لأنه لازم يكون مجموع عدد الأسئلة في الامتحان إيش للفصل الأول 25 سؤال تمام 13 سؤال على الحموض القواعد و12 سؤال على وحدة الكيمياء الكهربائية لأنه عندكم 3 دروس فاكسوركسيزال خلايا قلبانية خلايا تحليل كهربائي يعني بمعدل 48 علامة رح يكون على وحدة الكيمياء الكهربائية تتوزع ما بين الدرس الأول والثاني والثالث كنسبة وتناسب الدرس الأول يعني ممكن يأخذ نصيب أكبر نوعا ما في عدد الأسئلة ولكن لما أجي أحكي 12 سؤال بالعادة أربعة في أربعة في أربعة أعطيكم إياها من الآخر تمام ممكن خلايا تحليل كهربائي تكون أقل تزيد شوي على الخلايا القلبانية ولكن كنسبة وتناسب بالتساوي ما بيهمني عدد الأسئلة بيهمني أضمن كل الأسئلة تمام أما بالنسبة لجماعة الفروع المهنية بيجيكم ثمن أسئلة اللي هم تكملة السبعتاشر سؤال لأنه على الحموض والقواعد بيجي قديس سؤال أستاذي لما تبسك ورقة الامتحان الوزاري سواء كان اللي إيجا للعلم أو للفروع المهنية 17 سؤال على وحدة الحموض والقواعد وتكملتهم ثمن أسئلة على وحدة الكيمياء الكهربائية وكل أنماط الأسئلة الوزارية اللي أنا مطالب فيها موجودة سواء كان في بنك الأسئلة أو في المكثف فضروري جدا نغطيها يعني بمعدل 32 علامة على وحدة الكيمياء الكهربائية طبعا جبعت الفروع المهنية 32 علامة تستخفوهاش يعني 3.2 بالعشرة من معدلكم فالله يرضالي عليكم لا تخسروا علامتهم موضوعهم جدا سهل وبسيط وما بيدهم أي شي اللهم تبني على فكرة إنك تغطيها بشكل كامل وبوعدكم إذا ضغطوا حالكم معاي منهم للظهر لأذان الظهر للساعة وحد الظهر كحد أقصى تكونوا متمكنين تماما من وحدة الكيمياء الكهربائية شو ما كان مستواكم بس حاولوا تركزوا معاي قدر الإمكان طب أستاذي بالنسبة لوحدة الكيمياء الكهربائية شو أفضل تكسيمي لإلي إن أقسم وقتي عليها أنا أجي تقسمت لك إياها كتكسيمة كعدد ساعات وإنت إليك حرية الخيار ولكن أنا أبعطيك الحد الأقصى لعدد الساعات وإنت بتقلل الوقت حسب إيش ما بدك شوفت على التعليقات في طلاب يقول أستاذي الحصة المدة الساعتين تأخذ معي ثلاث ساعات أستاذي شو معك ثلاث ساعات أستاذ أستاذي الشرح نص ساعة ساعة لربع ساعة طيب والساعة الثانية من الحصة بتكون عبارة عن حال أسئلة الأصل إنت تسبقني وتحلي الأسئلة يعني لما أجي أقول لك أنا قاعد بشرح لك الأسئلة بساعة الأصل أنت تحلي الأسئلة في وقت أقل لأن أنا قاعد بشرح يعني أنت تكون أسرع مني في الحل أنا بشرح السؤال ما بحله أنا لو بدي أحله أكيد راح أحله في وقت أسرع فبالتالي أنت بدك تحله في وقت أسرع تصير تحل معي أستاذي قدر الإمكان تسرع الفيديو على واحد ونص وتصير تحل وتوطي الصوت عشان ما تتشتت وتصير تكل سؤال بسؤال يتطلع على الإجابة وتأخذ أقل من الوقت اللازم لحل الأسئلة في الامتحان أو حل الأسئلة في المكثب فبدي أككم تبلشون من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 10 إدراسة التأكسد والإختزال يعني من الساعة 7 لغاية الساعة 10 أدرس الدرس الأول بشكل كامل موجودة على بطاقة المكثف تمام درس التأكسد والإختزال قداش مدته اللي هو الكيمياء الكهربائي الجزء الأول اللهم صلي على سيدنا محمد فكرة التأكسد والإختزال ساعتين وواحد وخمسين دقيقة وعبارة عن شرح كامل للدرس الأول بتفاصيله اللي هو بداية من فقد أو كسب المادة لإلكترونات أو تفاعلها أو اتحادها مع الأكسجين ثانيا عدد التأكسد وشرح قواعد حساب عدد التأكسد وإيجاد عدد التأكسد للمواد ومقدار التغير في عدد التأكسد بالتسلسل وشرح أنماط الوزارة اللي بتيجي عليه ومن ثم شرح التأكسد شرح الإختزال ومن ثم شرح العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة والانتهاء في موازنة معادلات التأكسد والإختزال فأنا هون ناقشت ست مواضيع هدولة ست مواضيع أستاذي كافيات تماما إنك تتدرب بشكل كامل على أنماط الأسئلة الوزارية أستاذي أنا هنا في هاي الجزئيات أستاذي ما بضطر أرجع للشرح التفصيلي إلا في حالة وحدة أنا ما كنت فاتح وحدة التأكسد والإختزال أو الكيمياء الكهرباء يشكل كامل كامل درس التأكسد والإختزال ما كنتش فاتح ونهائي وأنا أستاذي الآن بدي أبلش فيها ممكن أضطر أرجع لحساب قواعد عدد التأكسد الأستاذي والحساب الشفوي بناء عليها لأنه بحلها بطريقة مختصرة مختصرة باقي مختلفة عن باقي المعلمين مختلفة عن باقي الناس طريقة شريحة كثير بسيطة وسهلة ولكن إذا ما فهمتها من المكثف بشكل كامل لأنه شرحتها بشكل مبسط وسريع ومكثف وحليت عليها عدد أسئل كثير كبير ولكن في هاي الحالة جزئية بسيطة حسيت حالك لأنه إذا بدي أحل أسئلة كمان بدي أحل أسئلة كمان ممكن ترجعوا للشرحة التفصيلي فيها أما باقي ما تبقى الأصل تكون أموركم تمام حتى لو ما فتحتوا للكتاب على الجزئيات اللي بعدها لأنه معتمدة على عدد التأكسد تكون أموركم جدا ممتازة وسهلة ومباشرة فإذن أنا بغطيها بشكل كامل خلال ثلاث ساعات بالساعة عشر صباحا خلصت أستاذي دراسة التأكسد والاختزال مباشرة بانطلق على امتحان الإلكتروني للدرس الأول بقدمه الحد الأقصى لإلو نص ساعة ممكن يأخذ معكم عشر دقائق ساعة ثلس ساعة الحد الأقصى إلى نص ساعة خلصت الامتحان اتأكدت من إجاباتي إذا عندي أي مشكلة في أي جزئية أستاذي براجع هذا السؤال لأنه بتطلع نتيجتي بشوف وين مشاكلي بالضبط وعلى أساسها إما برجع للشرح التفصيلي تبع الامتحان الإلكتروني لأنه موجود شرح الامتحان الإلكتروني أو شو بساوي بعرف من غلطي أو بإمكانك تعمل سيكلين شوت وتبعت لي لأنه أنا مستمر معكم للإجابة دقيقة بدقيقتها الآن أستاذي أخذت خلصت الامتحان بأخذ استراحة لغاية الساعة 11 الظهر الساعة 11 الظهر أستاذي من الساعة 11 لغاية الساعة واحدة بحل أسئلة بنك الأسئلة الوزارية للدرس الأول بمسك الأسئلة الوزارية للدرس الأول وبحلها بشكل كامل طبعا بنك الأسئلة الوزارية للدرس الأول هو 54 دقيقة يعني أقل من ساعة ولكن انا اعطيتك عليه ساعتين عشان تكون امورك تمام وانت رح تاخد وقت كثير اقل في حل الاسئلة ضروري جدا ايش اساوي الاخطاء اللي وقعت فيها هون اوقعت فيها هون ما اوقع فيها مرة ثانية في بنك الاسئلة الوزارية وبيدي اياك تلاحظ تقارب انماط الاسئلة ما بين الاشي اللي بعطيك اياه في المكثف والاشي اللي بعطيك اياه في الوزارة تمام او بيجي كياب في الوزارة في حيث تعرف انه انماط الاسئلة انبرسك اياه على نماط الكتاب اللي هي النمط اللي بيجي في الامتحان الوزاري مش زي بعض الناس بعطيك اسئلة ملهج دخل في نماط الوزارة وبتروح بتكيف حالك انك تعرف تحل اسئلة صعبة بتلاقي اماط اسئلة الوزارة مختلفة تماما عن الاشي اللي اتدربت عليه فانا هون بخليك انت واضع الامتحان بخليك انت بتمكن شكل كامل من كل جزئية الان استادي خلصنا الساعة واحدة من الساعة واحدة لغاية الساعة ثنتين استاذي عندي استراحة هاي الاستراحة بصلي فيها الظهر بتغدب وكل فيها اسناك خفيف تمام والساعة ثنتين بانطلق من الساعة ثنتين لغاية الساعة اربع بدي ادرس درس الخلايا القلفاني طبعا جماعة الفروع المهنية تهي خلصتوا خلصتوا الدرس الاول كامل تمام ان كانك تستريحوا جماعة الفروع المهنية لغاية الساعة وثنتين ثلاث بعدين تبلش وحدة الكيمياء الحركية ما في مشكلة الان اذا انتو عندكم مشاكل في وحدة الحموض وقواعد بعالجها ما في مشكلة تمام بيهمني انه كل يكون مخلص ساعة واحدة الدرس الاول بشكل كامل تمام وبعتولي اسئلتكم واي جزئينكم مشكلة فيه اول باول على الواتساب الان جماعة العلمي ركزوا معاي من الساعة ثنتين للساعة اربع بدياكم تدرسوا درس الخلايا القلفانية تمام عشان تكون اموركم تمام اتحلولي الاسئلة اتركزولي على التلخيص تبعي لانماطي الاسئلة وكيف مفاتيح الحل والكيوودز اللي انا بعلمكم اياها والملاقط اللي بستخدمها في حل السؤال سواء السؤال طلب هل يمكن تحريك هل يمكن حفظ هل جهد اختزاله اعلى هل يمكن ان يؤكسد ان يختزل رتب ليهم كعوامل مؤكسدة كعوامل مختزلة هذا كله لازم تركزوا عليه كما رابط وتركتبوها بايدكم وتلخصوا كل جزئية بجزئيتها عشان ما تخلي اشي يعتب عليك تمام بعد ما تخلص لساعة اربعة الظهور كحد اقصى تكون امورك تمام من الساعة اربعة للساعة اربعة ونص بتروح على الامتحان الالكتروني وبتقدم لي اياه استاذي اجعل امتحانك الالكتروني كأنه امتحان وزاري لانه على نمط الوزارة بدك تقدم الامتحان وتعطيه جدية كاملة وتركز وتمسكه القلم والورقة ولا تبعت لي استاذها اعلامتي بس مش اعلامتي لانه انا مستعجلت في الحل ومش اعارف ايش انا بقول لك مباشرة قدم الامتحان مرة ثانية وعيد تمام ركز في الامتحان كأنه امتحان وزاري لانه انماطه على نمط الوزارة والاخطاء اللي بتوقع فيها السا اذا ما تعلمت منها رح ترجع تغلط فيها تغلط فيها في الوزارة هذا استاذي انا قاعد ببرد ذمتي في النهاية انا بعطيك كل ما كل اللي عندي بعطيك كل المعطيات بعطيك كل الاحداثيات بعطيك كل الرموز كل الدلالات انك انت تمسي بالطريق الصح والنهاية انت اللي بتختار انا ما بجبرك على شيء المهم انا اساعدك للوصول للمبتغى تبعك خلص الساعة اربعة ونص الامتحان الالكتروني اموري تمام استكل لازم لبس عجوز من ساعة اربعة ونصر للساعة خمسة صلاة العصر بتصلي العصر بتوكل لك السناك سريع تكون امورك تمام حاولها الى ايام يكون اكلكم على شكل السناكات يكون وجبات خفيفة مش وجبات ثقيلة مش اسلخ لي صدر منسف واثنين كيلو كناف وكل عام ونتبخير واختش بنام من هنا لبكرة الصبح وراحت عليه الخطة لا يا حبيبي هذه ايام فصال الايام الفصال وهي ايام دول ما بين الناس فبالتالي بنا نفصل فيها الحق من الباطن نفصل فيها الطلاب اللي بيشتروا حلم صح اللي بيدوروا العلامات الكاملة عن الطلاب الفعليا بدوروا النجاح وكل عام ونتبخير بحيث انا من الساعة خمس لغاية الساعة ستونس بدرس درس درس خلايا التحليل كارباي طبعا مدة اقل من ساعة ونصف ولكن انا بدي اياكم تتمكنوا من كل الافكار وتمشوا فيها على المكثف ديروا بالكم خلايا التحليل كارباي بتتشابه فيه شغلات كثيرة في الخلايا القلبانية وبتداخل فيه انماط انها تكون معاكس ليلها فبدنا نميز ما بينها وهم شغل استاذي بالنسبة للدرس الثاني والدرس الثالث ان التطبيقات العملية للخلايا القلبانية وخلايا التحليل كارباي ولان جزئيات نظرية ما اطرقت عليها بشكل تفصيلي في المكثف فيفضل اذا انتو نسينا او مش ملخصينا ترجعوا للدوسية ليلها او ترجعوا للشرح التصيلي وتركزوا على النقاط النظرية اللي انا شريحلكم اياها كل جزئية شغلات الاسئلة الوزارية سواء كان للبطاريات للطلال الكهربائيلي لاستخلاص الفلزات لهو مسميه للحماية المهبطية كل جزئية اذا اجي عليها سؤال استاذي بيجي سؤال واحد بالعادة ولكن هذا السؤال لازم تضمنه بشكل كامل ومتكامل عكل فكرة عشان نبرد ذمتنا تمام الان استاذي بعد ما اخلص الساعة 6 ونص من ال 6 ونص للساعة 7 بقدم الامتحان الكتروني للدرس الثالث وبتكون اموري تمام بعد ما اقدم امتحان الكتروني اعرف شو اخطائي اذا جبت علامة شو ما جبت في النهاية تعلم منها تمام وبتكون اموري تمام ومية بالمية يعطيني الف عافية انا هيك خلصت كامتحان الكتروني اموري تمام بكاني اني ابلش من الساعة 7 لغاية الساعة 8 المساء بحل بنك الاسئلة الوزارية للدرس الثاني والثالث بحيث بنك الاسئلة الوزارية الاسئلة الوزارية اللي ايجاد في الدورة الصفية والتكميلية على النظامين شكلناها لونها حطيناها في بنك الاسئلة عشان تيجي بالترتيب على انماط الاسئلة الوزارية لما اجي انا احل اسئلة المكثف اللي هو عبارة عن انماط الاسئلة الوزارة وأسئلة أفكار أسئلة وزارية ومن أسئلة الكتاب تمام وحل امتحان الالكتروني على أنماط أسئلة الوزارة وأسئلة وزارة ومن ألماط أسئلة الكتاب وحل بنك الأسئلة الوزارية اللي هو الأسئلة الوزارية أستاذ شو ظل علي ما ظلش علي إشي أنا غطيت كل الأفكار عطيتها كل طاقة وكل جودي وعطيت كل فكرة حليت كل الأسئلة أستاذي ما ظل علي إشي حابة حل كمان عندك أسئلة مراجعة الوحدة مراجعة الدروس وأسئلة التفكير من كتاب الأنشطة وهيك بتكون أنت فعليا ما خليت ثغرة ولا ندفع عليك إلا أنت غطيتها بشكل كامل يعني أنا بقدر أقول أنك الساعة ثمانية المساء بتكون جاهز للامتحان الوزاري وطبعا أنا رح أفتح حصة تفاعلي لإجابة عن الأسئلة وحنبلغكم في موعدها على القروبات أستاذي في حال اتغير الموعد في حال صار في تأجيل أو تأخير أو في تضارف الموعيد فلذلك رح أبلغكم كله على القروب المعسكر معسكر اللي بتال على الواتساب أو معسكر اللي بتال على التليجرام إذا أنت مش من ضملة لقروبات أستاذي مروري جدا تبعت لي 0788390144 هذا رقم الأدمين 0775913720 هذا رقمي أنا الشخصي للواتساب اتواصلوا معنا أستاذي نضيفكم على المجموعات إذا عندك أي سؤال بإمكانك تبعت لي على أساس كمان أجاوبك على جميع الأسئلة أستاذي الآن أستاذي بالنسبة ل المكثف أستاذي إذا أنت ما لحقت جيب بطاقة المكثف بنصحك أستاذي تلحق هذا العرض لأنه لمدة بسيطة جدا عرض صار 23 دينار شامل الفصل الأول والفصل الثاني كمكثف وشامل الفصل الأول والفصل الثاني كبطاقات تفصيلية يعني مبارا عن ثلاث بطاقات بطاقة واحدة بطاقة الشرح التفصيلي للفصل الأول بطاقة الشرح التفصيلي للفصل الثاني وبطاقة المكثف للفصلين ثلاث بطاقات ثمنهم 23 دينار وإذا حابت جيب البكيج أستاذي شامل الدوسية أستاذي بإمكانك تطلبه من رقم الآدم اللي كتبت لك إياه قبل شوي تمام؟ بحيث أستاذي يعني حتى لو أنت كان في عندك عدم إشباع في جزئية معينة في فهمها بإمكانك ترجع للشرح التفصيلي تبعها بس لهذه الجزئية وخلال وقت قصير جدا أنك تكون بشكل كامل متكامل متمكن منها شو ما كان وضعك أستاذي شو ما كان وضعك شو ما كان مضعك والله في طلاب من تحت الحضيض بكون مستوام من تحت الصفر والله يصيروا يوم النتائج أو يوم الامتحان يدوروا على العلامة الكاملة وهذا يعني بقدرة قادر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فبالتالي أنا إذا نويت على هذا الإشي شو ما كان مستوي بقدر أحصله في طلاب كثير بيستخفي مادة الكيمو بيقول لك سهل وبسيطة وعادي وبسيطة لحل على قفائدة ما بيجيب علامة كاملة أو ما بيجيب علامة عالية بالأحرى فبالتالي بدنا ندير بالنا أنه نتمكن من كل فكرة ونغطيها بشكل كامل وأنا مستمر معاكم للإجابة عن جميع الأسئلة في طلاب يقول أستاذ أنا مش قدرتي أجيب بطاقة المكثف بطاقة الشرحة التفصيلي هل بتغني؟ ممكن أنها تغنيك طبعا لأنه فعليا بطاقة الشرحة التفصيلي هي الأساس بحيث فيها مراجعات بإمكانك تحضرها الحصص التفاعلية اللي عملناها وحلول الأسئلة وبنك الأسئلة موجود فيها كأفكار فحلوهم أستاذي وغطوهم بشكل كامل وهيك تقدر تحكي يعطينا ألف عافية وإحنا معاكم شو ما كان وضعكم شو ما كان مستواكم رح أضلني متواصل مع طلابي لآخر نفس إلا ما قبل الامتحان ويوسف القاق عهدكم عهد قدام ربنا إنه يبذل صاقت وجهده معاكم بس أنتوا تعهدوا ربنا إنكم تبذلوا جهدكم تجاه أنفسكم وربنا يقدركم ويعينكم ويعطيكم الصحة والعافية والقوة عشان تواصلوا هذا الدرب عشان توصلوا مرادكم بعون إلا سلام الله عليكم